كلام الشيخ أحمد قال كلاماً الحقيقة بأنه كلام لا يصح وهذا الكلام يأتي به أقوام ليكون عند الناس بعض من الشك في أحكام دين الله عز وجل ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوله ما الداعي لإثارة مثل هذا هذا أمر الأمر الثاني مسألة الردة وأحكام الردة هو ذكر في كلامه وصدر في كلامه بأن الإجمع قال أجمع الفقهاء فإذا أجمع الفقهاء أقول لأخي الشيخ أحمد أقول إذا أجمع الفقهاء فقهاء الإسلام يجمعون وأنت قلت هذا كيف لك أن تتصدر وتقول إجمعهم خطأ وأنا الصواب هذا كلام خطير فأنت تطعن في جميع فقهاء الإسلام ليعلم أخي أحمد بأن فقهاء الإسلام قد أجمعوا على هذا الأمر وهو حد الردة وأعني بذلك أولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا وكذلك في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة الردة عندما ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جمع فقال والله لأقتلن من ارتد عن دين الله وأقام الحد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك وتبعه بعد ذلك الخلفاء الراشدون وهم لم يختلفوا في هذا ولا السلف ولا الأئمة الأربعة يعني لا الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد رضوان الله تعالى عليهم شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام بن قيم الإمام الثوري الإمام بن حزم لم يختلف أحد في مسألة الردة إطلاقا ورغم الطعن بالأسانيد الذي ذكرها الدكتور أحمد وما طعن في أسانيد يقول بأنه هناك فيه مقالة ويأتي الإمام الحاكم ويصحح الحديث لما يأتي الإمام الحاكم ويصحح الحديث ثم يأتي الشيخ أحمد يقول أنا أطعم في الحديث يعني لكل مرئ أن يعلم قدره وأن لا يتجاوز من هو أعلم منه الإمام الحاكم أعلم وأعظم في الأسانيد فكيف يأتي الشيخ أحمد ويقول بأن هذا غير صحيح المسألة مسألة محسومة وهذه أحكام شرعية وحدود شرعية والحدود الشرعية سبعة ذكرت في كتاب الله عز وجل ولا يجوز لأحد بأنه يشكك في هذه الحدود الشرعية التي هي الحرابة والزنا واللواط وشرب الخمر والمرتد والقتل أيضا والسرقة كل هذه السبعة هذه حدود شرعية ذكرت في كتاب الله عز وجل والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم معنى هذه الآية معناه إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يتوا الزكاة فعليكم أن تقتلوهم لأن هذا يتطلب إقامة حد الله عز وجل في الأرض لأن هذه حدود الله إذا لم تقم في الأرض فلا خير في هذه الأرض ونحن بحمد الله ننعم في هذه المملكة العربية السعودية بحكام شرفهم الله عز وجل بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى فأقول هذه نعمة عظيمة فإقامة الحدود هذه نعمة عظيمة والله نحن ننعم في هذا البلاد في هذه البلد بنعمة عظيمة بحكام منذ أن أسسها الملك عبد العزيز عليه رحمة الله إلى يومنا هذا ونحن ننعم بهذه النعمة العظيمة في هذا الأمر فأقول المسألة مسألة لا جدالة فيها ولا يجوز لأحد أن يشكك فيها وما الفائدة لمثل هذا أن يقال ويخرج ويقول بأن هذه الآية لا يقصد بها كذا وهذه الآية لا يقصد بها كذا أو أن هذا الحديث فيه ما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه التلمذي عليه رحمة الله قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فقال الثيب الزاني وشارب الخمر والتارك لدينها المفارق الجماعة فهذا حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم لا يشكك فيه والآيات في هذا كثيرة ويكفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا حديث لا يستطيع أحد أن يشكك فيه هذا حديث صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها إلى يومنا هذا اجتماع الأمة على أن حد الرد قائم وأنهم من الحدود الشرعية السبعة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يشكك فيها فهذه مسألة حتمية مسألة قد يعني من شكك فيها فليفتش عن نفسه وليعلم بأنه قد أوقع نفسه في وحل نسأل الله السلامة وعلافه اشتركوا في القناة